السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام أهلا وسهلا بكم محبابكم في هذا الفيديو اللي كانت منه ويلقاكم بصحة وعافية وأحوال تامة وبطبعة الحال مع آخر الأخبار وآخر المستجدد إسرائيل تدعم جمهورية القبائل زلزل إسرائيلي يصيب اليوم بالجزائر فصيل ستزلزل جزائر كذلك قد نشوف تصرف غير أخلاقي من الرئيس الموريطاني لحضور مؤتمر لجبهة الانفصالية والشعب الموريطاني كذلك قد نشوفو قرون المغربية تقصف شاحنة ممتلئة بالأسلحة حاولت الدخول إلى المنطقة العزيلة ومقتل عدد كبير من المرتزقة من العصابة البوليزاريو قوموا معي الإخوة نشوفوا التفاصيل دائما كنتمنى منكم أنكم تدعموا هذه القناة بضغط على الزر إهجاب كذلك تدعمونا بالبرتاج والاشتراك ودائما نستمرين في القضية المقدسة عند الشعب المغربي العظيم اللي هي قضية الصحراء المغربية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائي هو العزاء للحاقدين وعاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالب إلا الله على بركة الله زلزال إسرائيلي يصيب اليوم الجزائر كانت إسرائيلية كتدعم القبائل وكتدعم تقرير مصير القبائل مستشار نتنياهو حاضر في المؤتمر القبائل بباريست بحيث نظمات حركة تقرير المصير بالمنتقدية القبائل والمعروفة باختصار مؤتمرها الخامس في باريس وبوصفه صديقاً وتابعاً للنضال لمجموعة العريقة للإعلان عن دولتها قام المحاضر الإسرائيلي إيلي كوهين بإلقاء خطاب باللغة الفرنسية وفي هذا الخطاب تمنى فيه كل نجاح للشعب القبائلي في نضالهم من أجل الحرية والاستقلال وتقع القبائل على مستوى الساحل الجزائري وفي واحد السؤال للمحاضر إيلي كوهين عن مدى احتمال قبول جزائل عن التنازل عن بقعة استراتيجية فوق ترابها فأجاب المحاضر إيلي كوهين الإسرائيلي قائلاً هذا صحيح البقعة استراتيجية للغاية ولكن لا بد للقيد أن ينكسر فالجزائر ما يمكنش أو لا يمكن أن تبقى محتلة شعباً وتقمع شعباً يعني ما يمكنش للجزائر تبقى محتلة وتبقى تقمع شعب مدى الحياة وأشار قوهين إلى اعتماد المنتدى حيث وجه كلمات تهنئة عملاً دبلوماسياً دعوباً وفي سؤال وجهته يعني القناة إيفن فانتكالتخ نيوز بالعربية لكوهين حول الدوافع التي أو الدوافع الذي يقف وراءها اهتمامه بقضية القبائل بحيث أجاب عن هذا السؤال بقوله هل الإنسانية دين وقومية أنا أرى شعب مظلوم أنا باحث وعندي علاقات مع الكثير من الشعوب في العالم منهم الشعب القبائلي فأنا أتعاطف مع هذا الشعب كثيراً أكثر من ذلك فهذا الشعب يناضل كثيراً من أجل تقرير مصيره فهم يمرون من تجربة ماريرة فأكيد أكيد هذا الخبر من اللي يوصل الكابرانة أو من اللي يوصل نظام العسكر الجزائري فغد يوقع زلزال في قصر المراضية دابا الإخوان غد انتقلوا للدرون المغربية كشفت تقارير إعلامية أن شاحنة تابعة للبوليزاريو تعرضت لقصف صاروخ مباشر بالمنطقة العزيلة مما صفر عن مصرح جل ركبها وتشير نفس المعطيات إلى أن العناصر تابعين للبوليزاريو اللي كانوا يحاولوا تهريب أسلحة إلى المنطقة العزيلة يعني عبر الجدار الدفاعي المغربي ذلك بغية استهداف أحد من مراكز القوات المسلحة الملكية إلا أن منظومة الرصد الخاصة بهذه الأخيرة تمكنت من تحديد الهدف بدقة كبيرة لتقوم على الفور طائرة الدرون الحربية بالتوجه للمكان وقصف الشحينة الممتلئة بالأسلحة تابعة للبوليزاريو والتي أصيبت مباشرة وأضافت نفس المصادر أن التدخل أصفر عن مقتل عدد كبير من المرتزقات البوليزاريو قد يكون من بينهم مسؤول كبير تابع للعصابة البوليزاريو فهدوا الإخوان أكد أكد أنهم يبغيوا ينتحروا في المنطقة العزيلة بحكم أن الدرون المغربية يرى موجودة اللي قرب يتبندر ما زال حد الآن نظام الإسكري الجزائري ما بغيش يسليم المؤامرات دياله الفاشلة بحيث اليوم موريطانيا هي الهدف ديال كابراناس باش يكملوا المؤامرة ديالهم على المغرب والمؤامرة شنو هي؟ المؤامرة هي غلق الحدود على المغرب يعني استمالة موريطانيا وخلق مشكل ما بين المملكة الموريبي الشريفة وموريطانيا المغرب كيتتعامل مع الأمور بذكائن كبير المغرب عارف كل حاكم ديال الدولة عارف كل حسب ديال الدولة عارف كيفاش يتعامل وكل واحد كيتتعامل معها بالطريقة اللي كي يستحقها موريطانيا كتلعب فعلا على الحابلين وكتلعب واحد اللاعب متسخ ما قادراش تخرج تواجه الموريطانيا وما قادراش كدالك تواجه البوليزالي ومسك العصام الوسط هاد شي اللي واضح خلال مؤتمر 16 ديال الجبهة الانفصالية الجبهة ديال البوليزاليو اللي تنضم بتندوف تؤهل حزب الانصاف الى تندوف للمشاركة في هاد المؤتمر بسبب هاد الموضوع الشعب الموريطاني يطور في وجه الغزواني بحيث انتقاد موريطانيون على نطاق واسع مشاركة وفد سياسي عن حزب الانصاف الحاكم لبلدهم المؤتمر ديال الجبهة الانفصالية وقال اغلب من استطلع الموقع ديال انبع انفو ان صفر حزب موريطاني الى البوليزاليو اساء الى الشعب الموريطاني وكذلك اساء الى ارواح الشهداء الذين قتلتهم تلك الجبهة في سبعينات القرن الماضي واعتبر احد المشمولين في الاستطلاع مشاركة الحزب الحاكم في مؤتمر ديال بوليزاليو ساديش عشر مناقض للموقف ديال الحياد اللي كتعلق الدولة الموريطانية وقال ان كانت حكومتنا محيدة فعلا كما تدعي يعني لكنت موريطانيا فعلا هي محيدة في هذا الموضوع اني في قضية الصحراء المغربية فلماذا لا تشارك موريطانيا في اعماله في المؤتمرات اللي كتكون بالعشر السنوات بالاقاليم الصحراوية المغربية كمدينة العيون المغربية او الدخلة المغربية يعني الى كنت محيدة تحضر المؤتمرات بصحراء المغربية وكذلك تحضر المؤتمرات اللي كان عند البوليزاليو وكان زعيم البوليزاليو استقبل الامس على هامش المؤتمر السادس عشر بتندوف المفوض من طرف رئيس حزب الانصف بموريطانيا وهذا ما اثر غضب الموريطانيين اعتبروا ان الحزب الحاكم بموريطانيا بغي يعيد نفس السيناريو ديالقي السعيد اخواني اخواتي احتل هنا كنكون وصلنا النهاية الى هذا المواضيع عاش جلالة الملك منتصرا على سفاهة الاعداء عاش الشعب ملتفا حول العرش عاش الوطن حرا ابيا لا يساوم ولا يباع كلنا فخرا بملكنا ونعود ونقول لا تراجع ولا تصالح فالمجد والخلود لمملكتنا الشريفة فوطن لا ندافع عنه لا نستحق ان نعيش فيه فاما ان نكون امة كاملة سيادة او ان نموت ونحن نحاوي سننصر الله وينصرنا فلا غالب الا هو وامتنا المغربية فوق كل اعتبار فالنصر والخلود لمملكتنا المغربية الشريفة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة